من عمان ينضم إلينا حسام عايش الخبير الاقتصادي أستاذ حسام إذا أردنا أن نعرف هؤلاء عمال المياومة ما هو التعريف الصحيح لهم في مشامعاتنا العربية التي ينتشرون بها بكثرة وما هو الفرق بينهم وبين المهنيين الآخرين أو المهن الأخرى عمال المياومة أو العمال المؤقتين أو الموسميين أو العابرين أو العرضيين هم شكل من أشكال العمالة التي تعمل بدوام جزئي ودون أن تكون مشمولة بالأنظمة والقوانين التي تحمي هذه العمالة أو توفر لها متطلبات الرعاية المختلفة وبالتالي فإنها تكون أقرب إلى العمالة في اقتصاد غير رسمي حتى لو عملت في قطاعات رئيسية في الاقتصاد وهو ما يشير إلى أن فرص العمل في الاقتصاد الرسمي وفي القطاعات الحكومية المختلفة لم تعد متاحة لكثير من العمالة نظرا لارتفاع حجم الوافدين الجدد إلى السوق ونظرا لوجود العمالة المهاجرة ونظرا أيضا لوجود العمالة اللاجئة التي تتنافس فيما بينها على فرص عمل قليلة في مجتمعات معدلات النمو الاقتصاد فيها أقل بكثير من معدلات النمو في العمالة طيب أهمية هذه العمالة للنهوض بالمجتمعات ولتسهيل عمل المؤسسات وأيضا عمل الأفراد لا شك أن العمالة المؤقتة أو العابرة تقوم بأنشطة وأعمال ربما تعزف العمالة الرسمية عن القيام بها هي تعمل في مجالات خطرة هي تعمل بدون تحديد لساعات العمل هي تعمل في مختلف الظروف المناخية والصحية وهي تعمل بأجر أقل وبالتالي فإن من يتكلم بإسم هؤلاء لضمان حقوقهم في إبقاء العملية والنمو الاقتصادي قائما ومستمرا حتى مع وجود معدلات من البطالة الرسمية المرتفعة طيب من يتكلم بإسم هؤلاء لضمان حقوقهم لضمان أي ضمانات قانونية تشرعية خاصة وأنهم يتواجدون في مناطق ومشاءات خطيرة هو المفروض أن المجتمع بمؤسساته المختلفة سواء كانت الحكومة أو مؤسسات المجتمع المدني وحتى الأنظمة والقوانين التي يفترض أن يندرج هؤلاء هذه العمالة تحت مظلتها يفترض جميعهم أن يكون ناطقين باسم هذه الفئة المهمشة والتي لا تحصل على الأجر الذي تستحقه والتي تعمل بدون حماية ورعاية وبالتالي فإن المجتمع بكلياته المختلفة يفترض أن يكون صوتا مدافعا عن هذه العمالة هذا يستدعي من بين أمور أخرى أن يكون هناك رقابة أكبر على الفعاليات الاقتصادية والمشاريع من أجل التأكد من أن العمالة فيها تحظى بكل الرعاية والمعنية بالقانون وأيضا هذا يستدعي دمجا للاقتصاد غير الرسمي أو الموازي أو الرمادي الذي تكثر فيه العمالة التي لا تحظى هي الأخرى بالرعاية والحماية القانونية طيب هل هناك فرق بينهم وبين العمالة التي تأتي الدول العربية من الدول الأسيوية مثلا الهنود من دول الفلبين إلى غير ذلك للعمل في بلدان عربية أو بلدان أخرى هل الضمانات القانونية لعملات الخارجية هي أكثر من عمال البلدان العربية نعم نعم يعني لا شك أن العمالة القادمة من خارج العالم العربي تأتي وفق عقود عمل متفق عليها تأتي مع شركات تقوم بمشاريع وهي التي تتحمل مسؤولية العمالة وتأتي بها وهي أيضا تكون شرعية وفق الأنظمة والقوانين المحلية لكن مع ذلك هذه العمالة في كثير من الحالات لا تكون يعني عند التعاقد معها مستوفية للشروط المطلوبة لحماية العمالة بشكل إنساني من جهة وهي من جهة أخرى يعني هذه العمالة تكون مكدسة هي الأخرى في أماكن إقامة لا شك أنها يعني أقل من المستوى الآدمي في بعض الحالات ومن ثم فهي الأخرى تعاني من المشكلة المتعلقة بالحالة الإنسانية التي يفترض أن تتمتع بها لكنها من الناحية القانونية بمعنى أنها تتجول في الشوارع تذهب لأداء احتياجاتها دون أن تكون معرضة للمساءلة لأنها دخلت بقانونيا فيما العمالة العربية عندما تأتي يعني من دولة إلى أخرى في كثير من الحالات تأتي بشكل سياحي أو بشكل تهريب لكي تعمل وتكون في كثير من المرات مطاردة من كبل الجهات الرسمية حسام عايش الخبير الاقتصادي شكوان جزيلا لك على كل متفضل تابع كنت معنا من عمال اشتركوا في القناة ترجمة نانسي قنقر